السلام عليكم الغزالة ديالي كيدا يرين لبس عليكم ان شاء الله تقولوا بالف خير وانتم ما تشوفوا في هاد الفيديو هذي اليوم البناج يجبت لكم جوج وصفات رذيف وبنانيا مع ذا وعورا تقدروا توجدوه متى الاخر للحظة اه اكيد غليك ووليدتكم وعائلتكم اه صراحasi هذه البنات غير رجرهم ما غرفة لهم وان شاء الله فى الحال لا أدري معكم الروتين كامل قلت نغير شيئا في الفيديو بحيث نفس الروتين لا يوجد شيئا معان تسياق نحتاج أن نعوده في كل فيديو نجد المقادر وطريقة التحضير لهذه الوصفات نبدأ وطريقة التحضير نبدأ الأول نبدأ العجينة البيتزا نحتاج كيسان العلبة 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 نيد زيت البلدية ملحة وخميرة خميرة نجمع مياه نجمع العجينة نغطيها بسلوفة ونجعل العجينة ترتاح كيسان 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 نستغل الوقت كيسان كيسان العجينة ارتاح تماما كيسان نقص العجينة كيسان 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 بسلوفة نقص كيسان نجمع كيسان 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 نقص كيسان كيسان نقص كيسان كيسان سوف نقص كيسان موزاريلا هنا كيسان كيسان سوف نقص كيسان نقص مخلط لها بوضع حشية كاملة كيسان نقص كيسان سوف نقص نقص بوضع حشية كيسان بوضع تحضر الناس سوف ندخل هذه الكوائرات لكي لا يقومون بشكل دولة سمي لسقولية سوف ندخلها في الفران مهم البنات سوف ندخلها في الفران ندخلها في الفران في مدة 10 دقائق ودرجة الحرارة 180 عندما ندخلت البيزا هنا لا تنسى شربة السمك التي تأتي بنينا شربة السمك ونقوم بشكل مصير ندخلت بجزبدة و قمت بسطنة ونضيف المصير ونضيف المصير ونضيف المصير ونضيف المصير ونضيف الحوت وضع الملحة وضع البذار وضع البذار التوم و أهم أهم حاجة اللي تعجبني في هذا الصوب هي الصوص الصوجة تشوفون أن البنز كترت ولكن ما سخيش ما زال نزيد ما زال القاسم في الفطور و زالت في الزلافة يعجبني بزفزف هذا الصوص و أعطي واحد البنزوين فإن العبادات سوف أزر الماء فأظل الماء تنجد الماء كم سادسة و أخرجت عليها يملكي بالمثال الشمبينيون و تقرأه لنغاء موقع تقريبا 1 من 4 ساعة أو أفعال بعد ذلك سوف أخرج فقط على سمك القرش فقوم بغيرة جاهدة وتحصل على نار مهيلة أولا الى الساقف سوف تحضير مهيلة فقوم بسيطة طريقة جاهزة أدريها الساقف سوف نعود الكيمياء ثم نضيف لغرفة اللجل تحت طبقات المتزاريلا هنا الطون سوف نضيف طبقات للبنات تجربين جميلة وصراحة لم يكن لديها حتى شطريف وليس حاجة ومتبقى لديها ومتبقى مع سعد ومجد وصراحة كامة ورى صغيرة ان يكون كائدة جميلة ورى صغيرة صغيرة وزوء ًا نضيف ورى مزاريلا نضيف ومتزاريلا لن يوضيف تجد المعنى الوضع و حتى الثاني سوف ندخلها لكعضت الفرن و حتى الثاني ندخل الفرن هنا لقد قمت باستخدام سعيدة ساعدة عجينة مصنون كما تلقى المسمن ماء و الطحين و الملح أضع ذلك هنا أضع المسمن و مصر و الفروماج و الأعطاية و المقاضي هنا أضع المسمن ملت لقد قررت أن أقوم بعمل شهيوات لغير الحوت لن ندخل الحلوة نهائيا في هذا الفطر اليوم لقد شكلت المسيمات كامية بحالة كافة بالولانية صراحة البنات هذه الطريقة سهلة بالنسبة للبنات الذين يدارون المسمن طريقة سهلة بالنسبة لغير الحشوة بالنسبة للحشوة والنسبة للحشوة في الحشوة وإلى القرش اشتركوا في عرقة صغيرة في المقلاة و كنت تغليهم الطيب بمزيان وعزتهم على فليل المسال و الشامبينيون و تريد الحش كيف ما اخبرتكم و لا صوص الصوجة سوف نعود ندير معكم اخرى نفس الطريقة كنقرسوا الجواني و انا اكد عليهم ابناء لكي لا تجد إليك من دقصة سوف نبعد نأخذ هذه الدائرة و نعمرها بالحشواء و ثاني نحاول ندخل الجوانب بطريقة مبسطة سهلة جدا و يجوى ببنانين و بلدادين سهلين سهلين سوف ندخلهم من الفران و من الفق و من التحت نجعلهم من الفق و من التحت مهم الناس انا يا الله عاد سالي الدابة مهم هذا هو الفطر دينا ديال اليوم كيف ما كتشوفو هادي لسو صراحة لكتجيزوين بساف غر جربوها و هادي بسات لس هادو يعني كيف مكتلكم ببعجينة ديال مسمن ماشي بورقة تومك يجوى بفنين ها و مازو وقتهم من فوق بسكار ب فروماج و طرفة ديال الحامض و هادي البيتزا كتجيزوينة يا البنات انا عادي نحاول قطع لكم مطمشي قطع لكم غير نوريكم كي تجي من الداخل يعني لكتر في وسطاني كي يجي مع اللقف مهم ها انت ما شوفوا كيف كيفاش كتجي من الداخل كتجيزوينة بساف بساف يعني و متاع الفروماج للداخل كي يجي مع اللقفة و مش شي زما صراحة كتجيزوينة بساف ما بغيت نحط اليومة بقي عندي حمل حاجة باقي عندي كوبكيك و ميا لا بغيت نحط شي حاجة حلوة لا بغيت نحط شي حاجة حلوة باش تقدراني يكلوني هاتش حيث لاحطت لهم الكوبكيك و لاحطت لهم حلوة كريم لبقوا اليوم للبارع و اذا كنتوه ما قريبت لهم هاتش نهائيا فا اذا كنت قررت لهم هاتش بسافت لها باش يشربوني باش يقلوهم نيام على الصوب سافي تسمكوا الحليب الحليب القرفة وهذا و الليمون سافي هاتش لي كاين البنات سافي البنات سافي البنات عاديين ننصد هادلا فيديو هاتي كيف ما قلت لكم ما غريش مقن زمان قندي لكم المور لفطور إلا كان شي حاجة شي تحلية او لا شي حاجة انا ما عادي ندير لا تحلية اليومة عندي دانون عندي بسدية الحويجة بعدها نحيدة ليا لك شي سافي هاتش لي كاين البنات بالنسبة لي نسكينو ديال الورقة نسكينو ديال اللعجينة خرجت لي 12 واحدة مهم الساعة و ما حطيتهم و الساعة نخليهم هكا تلعشان ان شاء الله و بعد ديال ساعة بعدها نوضك شي سافي الله يجعل البركة ما نكذبش عليكم البنات عاديت وهذا اليومين هذي مشكيت عليكم الرجلية ولو كده الروني ايوا سافي هاتش لي كاين مهم البنات كانت تمنى ان الفكرة اليومة انا تكون الاعجاب شكرا لكم و السلام عليكم و حتى نتلقى فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم